أتفضل لا أنا أسأل شيخ حيدا والله العظيم يعني العفو لا تمركز بيات تقول المهاجرين والأنصار لعلم الله المسبق من المهاجرين لعلم الله المسبق هم رح يستمرون على نفس المنهاج ويدخلون الجنة ووجب علينا اتباعهم صح له ألا لعلم الله الله علم أن هم رح يستمرون صح له ألا خلصت كلامك خلصت كلامي الله عز وجل علم الله عز وجل علم أنهم سيدخلون الجنة فراضي عنهم وعد لهم الجنة كلامي صح حلو هؤلاء المذكرون الذين راضي الله عنهم هؤلاء المذكرون هل ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أم لا المشكلة من هم هذالك لا أم يقعب خلنا نجينا وحدة وحدة من هم من أنت أنت اللي تقولي كام أنت أنا مش حاولي هم مين أنا مش حاولي هم مين أنت اللي قولي أنت اللي قولي فضل يا شيخ وليد مهالي واجب علي انتباعهم واجب علي يا عما قولي أنا سأنا ممكن أقول لك أسماء أنا هقول لك أسماء أنت مش هترضى عنها فأنا أسايم لك أنت اختيار الأسماء على شرط الرسول نسأليهم ما أنا أقول لك يا أستاذ أنا دلوقتي أنا قضيتي ليست في الأسماء يعني أنا دلوقتي لو قلت لك أبو بطر اسمعني بس اسمعني بس واحدة 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 لو قلت لك لو قلت لك أن أبا بكر الصديق منهم من السابقون الأولون حضرتكم أنتم في تفسيركم كلتم السبقون بالإسلام والسبقون بالإيمان وأبا بكر الصديق سباقهم بالإسلام سباقهم بالإيمان قالوا صوتك وطا الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم شخصهم واحد واحد يا عم أنا دلوقتي في أفراد هناك أفراد الآن مذكرون في الآية لا حوله ولا الآن يا أستاذ يا عم نفس الحساسية بتاعت الصحابة نفس الحساسية يدخلهم من نحية وعاز يخرجهم من النحية التانية الآن نحن متفقون أن هناك اسمعني بس اسمعني 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 الآن نحن متفقون أن هناك جمع من المهاجرون وجمع من الأنصار سيدخلون الجنة صح سؤالي هو بقى هذا الجمع أي أن كان عدده هذا الجمع أي أن كان عدده هل بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل تدوا يا باشا أنت دلوقتي يا أستاذ أنا مش بكلمك أنت تتبعهم ولا لا تتبعهم أنا ما سألتك تتبعهم ولا لا تتبعهم أنا ما سألتك أنا ما سألتك تتبعهم ولا تتبعهم دي قصة تانية الاتباع في الحلقة دي قصة تانية أنا بسألك الآن بص أو غير يا أخوان والله العظيم والله بيجي لهم هرش بيجي لهم أنتكارية بيصيبهم الجرب يا أستاذ يا أستاذ بس ما تعلي صوتك علي أو افهم المقصد للي أنا أعيزه هذا الجمع الموجود في الآية هذا الجمع اللي موجود في الآية الآن تمام هل من الممكن أن يرتده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا حلو الله أكبر يعني الجمع اللي موجود يعني الجمع اللي موجود في الآية لا يمكن أن يرتد بعد النبي بس منهم يا عم اسمعني بس هقول لك من هم ما تتقلش هقول لك من هم ما تتقلش ما تستعجلش بالدليل يا عم اسمعني بس اسمعني خلينا نمشي خطوة خطوة وصلنا الخطوة ممتازة وعيس ضيحها الآن أنا وأنت اتفقنا أن هذا الجمع من المهاجرون الأنصار لن يرتدوا بعد النبي تتوقع كده الجمع الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم كم فرد من المهاجرين وكم فرد من الأنصار تتوقع كم فرد كده من المهاجرين ومن الأنصار دين الله لا يأخذ بالتوقع يا عم تتوقع أنت كم فرد يعني ثلاثة أربعة خمسة لا دين الله لا يأخذ بالتوقع طب جميل حلو 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 تمام طيب في آية جميلة تقول لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار تمام لو قلنا في أي غزوة نزلت هذه الآية وتاب على من وزكى منهم من حتى نشبكهم في الآية الأولى ونقول الأسماء التي فيهم نعم كم منهم يا عم أنا بسألك أنت روح يا لأ روح تاني مش عارف تجواب على سؤال ولا عايز تتكلم كلما بسألك سؤال تقول لي قول منت قول انت ما أنا لو قلت لك أبو بكر الصديق هتقول لي لا مش أبو بكر الصديق ولو قلت لك علي هتقول لي آه علي طب عرفت منين أنه هو علي مع أنه مش مذكور في الآية هتقول لي أصل علي أتت فيه أحاديث تزكيه طب ما أبو بكر الصديق أتت فيه أحاديث تزكيه وعمر كذلك يا أخوان أنا بقول لكم وهم عايزين ندخلوهم من باب ويطلعوهم من الباب التاني يعني هو يصدقك ويقر على كلامك من باب وبعدين في نفس الوقت عايز يخرجهم لك من باب تاني تقول له مين هم يقول لك قول انت بقى يعني مين هم من الذين الله عز وجل تاب عليهم عشان نعرف لأن في الغزوات الغزوات معروف في الأسماء اللي دخلت للغزوات ديت فساعتها أقول لك الأسماء يا أخوان أنا مش من الدماغ محششة ولا حاجة لا ده خبس خبس دول قوم بهت خبثاء خبثاء أنا بقول لكم بيجي لهم أنتكارية تبول لا إرادي لما يسمعوا بس كلمة الصحابة والمهاجرون وأنصار فهو ما يستطيع أنه يخرج هؤلاء من الجنة ولكن عنده مشكلة في كلمة المهاجرون وأنصار فعايز يدخلهم في الآية دي الجنة ويخرجهم بآية تانية إلى النار بس هو مش عارف يجيب الآية التانية منين